بداية من هذا الجمعة ستنقل مواضيع امتحان شهدت التعليم المتوسط دورة ماي 2016 إلى مراكز التجميع بولاية تيزيوزو على أن توزع على مراكز التصحيح في اليوم الموالي والتي سيشرف عليها حوالي 35 ألف أستاذ أوراق الممتحنين تخدع لإجراءات رقبية دقيقة قبل تحويلها إلى وجهة أخرى بمعيات مصالح الدرك الوطني لتأمينهم الانتهاء من استلام كل أوراق الأجوبة للمراكز يأتي الآن العمل الذي سنقوم به فيما بعد مباشرة بعد الانتهاء بجمع ووضحهم في أكياس محصنة ونقوم بعملية نقل هذه الأوراق إلى مركز التجميع للإغفال متواجد بولاية تيزيوزو وهذا سيتم في صبيحة الغد باكرا بحول الله عملية التصحية ستنطلق بدايتان من الفاتح جوان على أن يتم الإفراج عن النتائج في نفس الشهر ستنطلق يوم ثلاثة أجوان بحول الله ومديرية التربية الشرق تم فيها فتح ثلاث مراكز تصحيح بكل من ثلاثة أوراق دمداد الحراش مصفى الشرف بباب الزوار وكذا عبد المؤمن بأرويبة والتي ستسقبل هذه المراكز أوراق أجوبة من ولايات أخرى وفي نفس الوقت ستصلط عقوبات صارمة على الأساتد المعنيين بالحراسة ولدينا تغيبوا عن مهامهم لا يوجد غيابات نسبة غيابات 0% ولله الحم كل الأمور تمت في أحسن الظروف بالرغم من أن بانغبريت قد تمكنت من اجتياز كل من امتحان شهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي إلا أن ما ينتظرها أصعب مع الامتحان المصيري لشهادة البكالوريا فهل ستكسب الوزير الرهان؟ اشتركوا في القناة